استعرض رئيس مجلس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول جهود هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية وأكد مدبولي تضافر جهود مختلف الجهات بهدف دفع جهود التنمية في الصعيد بما يساهمه في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وأشار التقرير إلى تنفيذ مشروع تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعا في المحور الزراعي والاجتماعي والصناعي والبيئي بما يساهم في دافع عملية التنمية وتوفير فرص عمل